هناك مشكلة أخرى لدينا أزمة منتصف العمر يا ماما هذا المي تايم هتوديك الأزمة منتصف العمر هي دايرة أزمة منتصف العمر دي ستات كثيراً بتعاني منها جامد وبتحس بأنها وصلت للسن وبالذات بيبقى دايماً فترة الهيرمون استغيير الهيرمون تاستات هو دي الفترة اللي بتحس فيها أنها خلاص مالهاش لازمة بتقصوتي فترة انقطاع الضوء اه طبعاً هتودي الستة تحس إنها خلاص مالهاش قوي لازمة فيه ستات كده وفيه ستات ما بتفرقش معاها هي عند الستة المفروض تبقى مرتبطة بالمنوبوز لا مش كتير كتير يعني أزمة منتصف العمر مرتبطة بالشكل أكبر بشكل أكبر أه لكن فيه ناس بتجيلهم من غير لكن أنا بكتل ممكن تيجي في التلاتينات أو الأربعينات لو أنا مش عايشة حياة نفسي سحية مضبوطة طبعاً لأن أنا أعتقد أنها مرتبطة بفترات قررتي فترات نضج وبتراجع فيها بصي فيه حاجة مهمة قوي فيه حاجة مهمة قوي أولاً الستة ناس تكون متصلحة مع نفسها ده واحد طبعاً معلش نهاية معلش نهاية السنة جملة متصلحة مع نفسها دي بتغزني سمحيني أحس وكلم تليفيزيونات لازم تكوني متصلحة ونفسك أيها حبيبي أقول لي كيف؟ أقول لي كيف؟ أنا لسه لم أكملتك وأنت صالحة مع نفسها يعني ترضى بأي وضع هي فيه أو سن هي فيه بس بردو صعب باتبقاش قاعدة خايفة من الكبر خايفة من العجز خايفة أولاً فيه حلول كتير جداً للستة دلوات يعني ما شاء الله ولا حدش بيكبر أساسي طبيعة بشري بس من العجز محطنها موضوع كبير يوم تعجزي يعني ما خلي بالك ما انت الحالة النفسية بتأثر على الوش ده بدقياً ثانياً أنا بحس إن ستة اللي مستقرة في بيتها وجزها بيعرف يتعامل معها في الفترة دي بالذات يعني الفترة دي محتاجة من الزوج مش بقى إيه؟ إيه ده؟ تكبرتي؟ إيه ده ما اسعجت شعرك بيض مش عافها أي كذا؟ اللي بيعمل كده بيحبط اللي قدامه وحيتيج على دماغه على فكر يعني هو حيحبط تهوتيج على دماغه بصي أنا النهاردة هعلق على الزرار إزاي؟ برضو إزاي؟ يعني برضو زي ما هو حبيبي هو كمان عنده أثبت متصف العمر ما هو رجالة اللي عندهم هرمونات ولا عندهم بتاع زي ستاة برضو بيمر بأثبت متصف العمر هو كمان بيبتدي يقولك إيه لا الرجالة بقى غير ستاة في طريقة تعبيرهم عن أثبت متصف العمر الراجل عنده المساحة إنه يعمل حاجات كتير جداً آه هيتقال عليه في بعض الأحيان إنه متصابي بس بس هيعمل اللي هو عايزه يعني هيقرر في بعض الأحيان إنه يجوز على مراته أو يعرف عائلة صغيرة عندها عشرين تلاتين سنة هو رجل كده نصر خمسينات دخل على الستينات وعادي يقولك أنا راجل المشكلة يعني الأزمة العيل كبرت خلاص أنا من حق أعمل ده أقول ده ولا هتقدر تعمل ده قبل مكبر فتخش تتخوقع داخلها نفسها وتصب حالة من اللي حبطت وليك تأيه؟ فتليها مكتئبة ومحبطة ومعنجزة أكثر من سنة خلاص دعا أنا عامل هيه؟ ترجمة نانسي قنقر